بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب ما جاء في كثرة الحلف من الوعيد تعظيما لله الدليل الأول وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم مراتب حفظ اليمين أولا حفظها ابتداء بعدم كثرة الحلف ثانيا حفظها وسطا بعدم الحنث فيها إلا ما استثني ثالثا حفظها انتهاء بإخراج الكفارة بعد الحنث رابعا بأن لا يحلف بغير الله الدليل الثاني إلى السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة منحقة للكسب أخرجاه وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسما وفيه عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار منفق أي ترويج للسلعة منحق أي متلفة للكسب ولا يزكيهم يوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان أشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه وقد بردت شهوته عائل أي فقير مستكبر عن الحق وعلى الخلق لا يشتري إلا بيمينه فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ولا يستشهدون إما يتسرعون في الشهادة أو يشهدون شهادة الزور تسبق شهادة أحدهم يمينه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين أو أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين المسائل الأولى الوصية بحفظ الأيمان الثانية الإخبار بأن الحلفة منفقة للسلعة ممحقة للبركة الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي الخامسة ذنب الذين يحلفون ولا يستحلفون إلا للحاجة أو إذا اقتضته المصلحة السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم السابعة ذنب الذين يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم الثامنة الثامنة كون سلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد تعظيما للعهد والشهادة وعناية منهم بتربية أولادهم ويشترط لجواز ضرب صغير أن يكون الصغير قابلا للتأديب فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب وأن يكون التأديب ممن له ولاية عليه وأن لا يسرف في ذلك كمية أو كيفية أو نوعا أو موضعا أو غير ذلك وأن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه وأن يقصد تأديبه لا الانتقام لنفسه وإلا كان منتصرا لنفسه التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر